أيضا تعتبر أن الحرب في أوكرانيا تدعم فكرة أن الديمقراطية الأمريكية على شفى الفشل كيف ولماذا؟ نحن الأمريكيون يجب أن ننظر داخل حدودنا فيما يخص الديمقراطية مع أن نتذكر الأحداث التي حصلت قبل قبل من عامين عندما كان هناك رئيس خسر الانتخابات وحاول أن يقوم بعملية انقلاب المحافظة على السلطة وأستمر منذ ذلك الوقت بأكاذب حول نتائج تلك الانتخابات فقبل أن تحاول أي حكومة أمريكية أن تلقي المحاضرات على الديمقراطية لأي حكومة أخرى يجب أن ننظر إلى ما يحصل هنا داخل بلادنا أما فيما يخص الحرب الكرينيليس مشكلة الكبيرة بهذا الخصوص ما أتحدث عنه يخص حول كيف بعض السياسات التي نسمعها من السياسيين في واشنطن ومواقفنا حول هذه المسألة وكذلك حول عديد من مسائل أقصد مسائل السياسة الخارجية هي تعكس التنافس بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي أكثر مما هي حول التحليلات الدقيقة لما يصب في مصلحة أمريكا أو السلام العالمي كما تذكر بأن رئيس الأسبق شرامب كان ودودا جدا مع روسيا وقل ودية عن أوكرانيا حينها والكثير من ذلك أضاف أو استمر بين الحزب الجمهوري حيث رئيس بوتين لا يزال لديه سيطرة كبيرة جدا أو يحصل على دعم كبير منه إذن هل تتوقع أن يكون لكل هذه التطورات تأثير على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في الولايات المتحدة؟ الانتخابات القادمة في الولايات المتحدة ستحدد كما تحدد في الانتخاب السابق بشكل أساسي حول مسألة الاقتصادية داخل أمريكا وسعتمد على وضعية التضخم وسوق العمل وإذا ما كانت الولايات المتحدة ستتجنب أي ركود اقتصادي وكل هذا تحت سيطرة البنك المركزي أو الاحتياط الفدرالي وأما هذه السياسات الخارجية أو مواضعها فأعتقد بأنهمية ستكون أقل من المسائل الاقتصادية وربما سيكون لها آثر إذا الولايات المتحدة ما انخرطت بشكل مباشر في نزاع مسلح داخل الشرق الأوسط وربما على المدى القصير سيوفر بعض الدعم السياسي لأي قائد أو رئيس كان حينها أما على المدى البعيد فإذا ما اكتشفنا بأنه خطأ ومغامر عسكرية فسوف يخسر بعدها الدعم السياسي ولكن العام الأساسي سيكون هو الاقتصاد